تقريبا على ما تم تداوله بشأن احتمال ارتفاع أسعار اللحم والدواجن أكد الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة السيد عبد العزيز الأشراف أكد بأن إدارة التفتيش تقوم بشكل مستمر برصد أسعار السلع الأساسية والتحقق من مدى توفرها بأسعارها المعتادة مع ملاحظة حركة السوق بشكل عام وأكد الأشراف أنه مع قرب عيد الأضحى المبارك هناك تكثيف في الحملات الرقابية التي من شأنها تصدي لأي حالة لارتفاع الأسعار وتبين من حركة الرصد أن هناك تنوعا في مصادر المواد الغذائية مما يمنح السوق درجة من الاستقرار في طرح المنتجات وبكميات وفيرة ومتنوعة المصدر أما بشأن ارتفاع الأسعار فهو بسبب ارتفاع كلفة الشحن أو تغير المواسم أو شح السلع من بلد المصدر وبالمجمل العام فإن سوق مملكة البحرين يتأثر بارتفاع الأسعار لكن تبقى السلع متوفرة ومتعددة الأنوع وفي الوقت نفسه أكد الأشراف أنه في حال رصد أي تجاوزات فإنه بالإمكان التواصل مع إدارة التفتيش أو إدارة حماية المستهلك لأي شكاوى أو مخالفات وذلك من خلال الاتصال بمركز البلاغات في الوزارة أو عن طريق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى تواصل ترجمة نانسي قنقر